السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخضيركم علي بيريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم اليوم الإخوان الجيش الموريتاني كيتدخل وكيترد عناصر بوليساري وغنعطيكم تفاصيل حصرية وغنصبعوا كذلك بعض التسليمات الصوتية في الموضوع الدولة الموريتانية أو المخابرات العسكرية الموريتانية أو السلطات الموريتانية عندها معلومات لأن عناصر ميليشيات البوليساريو اللي كيدخلوا المناطق العازلة قبل دخولهم للمناطق العازلة كيدخلوا من الأراضي الموريتانية في واحد منطقة ينقالها منطقة البريقة وهذه منطقة البريقة هي منطقة حدودية كتفصل فقط 8 كم على المعبر الحدودي الموريتاني الجزائري وهذه البريقة هي منطقة معروفة بالتهريب ومعروفة بالتجارة منطقة البريقة هذه اللي كتبعد 8 كم جنوب المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر تعتبر منطقة سوداء بالنسبة لموريتانيا في عدة مجالات وفي عدة ميادين لأنها منطقة اختباء العناصر الإرهابية منطقة يختبئ فيها كل عصر هارب من العذلة منطقة يتخبئ فيها حتى الوتيات السيارات اللي كيتسرقوا من الموريتانيا ويمشوا هاد المنطقة بالضبط ويرجعوا يتصبغوا التالي كيسرقوا لك سيارة من زويرات من عين بلتيلي من بيروم مقرين من نواذيبو من واكشوت ويمشوا بهاد المنطقة اللي نقالها منطقة البريقة ويصبغوها ويبدلوا لها حتى البلاكة كيدلوا لها البلاكة تابعة البوليسارية وكيدخلوها بعض المناطق الحدودية داخل الصحراء يعني المناطق العزلة وكيدخلوها على أساس أنها سيارة تابعة لدولة بين القوسين الصحراوي البوليساري وفي رمشت عين هاي واتك مشات عدد كبير هي المرات موريتانيون يستقروا في موريتانيا في الزويرات عائلاتهم وأهاليهم عايشين في مخيمة تندوف كيتصرقوا لهم سيارات في الزويرات كيجبروهم بسباقة أخرى وبلاكة جديدة في مخيمة تندوف الرابوني عبر هاي المنطقة اللي ينقالها البرايقة اللي كيتسبغوا فيها وكيتعدل لهم بلاكة أخرى وكيدخلوا لبعض المناطق القريبة للحدودية في المناطق العزلة وكيتوجهوا إلى مخيمة تندوف فالدولة الموريتانية على علم بهذا الأمور كاملة ولكن الخطير الأخطر هو أنه هاي المنطقة البرايقة الحدودية المعروفة بالتهريب ومعروفة بالصرقة ومعروفة بالعصابات ومعروفة بالتجارة عادوا يستغلوا حتى ميليشيات البوليساريو يتخباوا من ورا هادو التجارة هادو ميليشيات البوليساريو كيستغلوا هاد النقطة بالضبط الحدودية اللي هي منطقة البرايقة وكيخطوا بكل أرياحية وكينتاحلوا صفت المدنيين وصفت التجار وكيستعملوا بمولي السيارات باللون المدني اللي كينتاحلوا فيها صفت المدني وكيتوجهوا المناطق العزلة اللي هي بطبع الحال قريبة جدا عبر هذي المنطقة اللي ينقى لمنطقة البرايقة ومحاملين دخيرة وحاملين صواريخ وقراد وشئم هاد القبيل باش ينفذوا أقصى في اتجاه الجدار الرملي أو الأراضي الصحراوية المغربية موليتانية على العلم اليوم شاتش ومشطت المنطقة وطردت عناصر البوليساريو كاملين كل شي اليوم خرج من هاد المنطقة سواء كانوا تجار أو كانوا ميليشيات ينتاح لصفت المدنية سمعوا بعض التسريبات تحييكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم السلام عليكم منبر الشعب الصحراء باش حال الصباح هذا خبر هنا ومشالي قال عنها هذيك دبريق قلوش تنقلها جاء تقوموا موليتانية حالة وتشوف عنه رماء من فمريك الوقود آخر خرق مانع رفسك كان ذا حق والله لالك دي والله وتشوف قد بادي جبهة تتفاصل بعد أمورها بادي شو مليلية قصة جبهة حق شكرا قاعدة كان مريسان قصة طلافة عنكم قاعدة شكرا والله مرحبا ياك لباس يا خير ياك العافية قال ذاك حقيقي يا محمد يحضي قال ياريك عزيك عنه كانوا قاعدة بلد كنترول الصحراوي شاف هم واقفين واحد من هدي صاحب دي شكرا للمشاهدة مértيpe شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة